موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام أينما كنتم تتابعوننا عبر شاشة تلفزيون فلسطين في حلقة جديدة من برنامجكم دائرة الحدث الذي تعودتم فيها وخلاله أيضا أن نحلل ونناقش آخر المستجدات على ساحة الفلسطينية والعربية كما الإقليمية والدولية دعوني في البداية أرحب وإياكم بضيفي من قطاع غزة عبر الأقمار الاصطناعية الأستاذ طلال عوكل الكاتب والمحلل السياسي تحياتي أستاذ طلال أهلا بك تحياتي كما اعتدنا دائما لنكسب المزيد من الوقت أن نذهب سريعا إلى جولة العنوين لنعود وإياك لنبدأ حلقة النقاش لانتابع نبدأ جولتنا من الصحف المحلية وتحديدا من القدس التي عنونت أوباما يؤكد التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين ونقلت عن عضو اللجلة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد قرياء اتفاق باريس لم تتح بنوده إقامة بنية اقتصادية متحررة ومتوافقة تماما مع أماني شعبنا إلا أنه أكد حقوقا مسلوبة بالكامل وغير معترف بها إلى جريدة الأيام كيمون يحذر من استمرار تزايد المستوطنات ويقول باب السلام قد يغلق بين الفلسطينيين وإسرائيل والكشف عن مخطط لشارع استيطاني في محافظة قلقيليا يلتهم أراضي ثلاثة قرى الحياة الجديدة نقلت عن السيد الرئيس سنطلب التصويت على قرار رفع وضع فلسطين إلى دولة غير عضو وفي عنوان آخر مشعل يسر على عدم الترشح لرئاسة حماس رغم المحاولات لثنيه عن قراره إلى أهم الصحف الصادرة في الدول العربية بداية من الأردن وجريدة الدستور وفاة طفل وإصابة شقيقته ووالدهما احتراقا في غزة أما جريدة الغاز إسرائيل تستنفر في يوم الغفران وتغلق الضفة والقطاع نصل إلى النهار اللبنانية أوباما دعا العالم إلى إنهاء نظام الأسد وحذر إيران من أن الدبلوماسية ليست مفتوحة ومن الأهرام نقرأ تقرير دولي إسرائيل لا تحاكم جنودها في جرائمهم ضد الفلسطينيين إلى الصحف العربية الصادرة في لندن ومع الشرق الأوسط نيتنياهو يفكر بتقديم موعد الانتخابات خوفا من أولمرت وأوباما أما القدس العربي خلال خطابه في الأمم المتحدة أوباما يقول نظام الأسد يجب أن ينتهي والفيلم المسيء للإسلام مقزز ومهين لأمريكا أيضا إلى الصحف الصادرة في إسرائيل نبدأ من يدعوت أمن إسرائيل متخوف من تدهور الأوضاع وإهمال الملف الفلسطيني أما هارتس إسرائيل تضع خطة لمنع انهيار السلطة الفلسطينية إلى معرف نيتنياهو يكشف تفاصيل الخطوط الحمراء أمام إيران نصل إلى ختام جولتنا بأهم عنوين الصحف الأجنبية فواشنطن بوست كتبت عباس يسعى لترقيط وضح فلسطين بالأمم المتحدة أما نيويورك تايمز خطة باراك للانسحاب من الضفة تتزامن مع رغبة فلسطين لرفع مكانتها في الأمم المتحدة الجارديان البريطانية نشرت بريطانيا تقدم المشورة لمصر بشأن قمع نشطاء سيناء وأخيرا من لوموند الفرنسية الغموض يحيط بخليفة مشعل في رئاسة حماس أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام وإياكم نبدأ حلقة النقاش مع الأستاذ طلال عوكل من قطاع غزة أستاذ طلال دعنا نبدأ بآخر العنوين وأكثرها سخونة في الفترة الحالية على المستوى الفلسطيني وتحديدا بين تيارات حركة حماس الخارجية والداخلية بعد إعلان خالد مشعل رسميا وإصراره بحسب ما تتصرب الأنباء بأنه لن يترشح مرة ثانية لرئاسة المكتب السياسي لحركة حماس بدأت الأسماء تتوارد حول من سيخلفه في هذه المنصب وأثر الشخصية التي ستتقلد هذا المنصب على مسعى ومساعي حماس باتجاه الملفات الموجودة سواء تجاه مصر أو تجاه إيران بحسب آخر التقارير سواء اتفاقيات عسكرية لخوض الاشتراك في خوض حرب ضد إسرائيل مع حزب الله وسوريا وإيران هكذا قالت مثلا دابيكا فايل الموقع الإسرائيلي أو تجاه الإخوان المسلمين في مصر وما يقال عن تكريس للانفصال وتوجه أكثر لحركة حماس من قطاع غزة إلى الشرق إلى مصر منه إلى الضفة الغربية أو تجاه المصالحة هل ترى بأن الشخصية أو من سيتقلد هذا المنصب من حركة حماس واضحا الآن وهل السيناريوهات أين ستذهب حماس ستعتمد على هذا الشخص يعني أعتقد أن الجاري من المتغيرات في حركة حماس والمتوقع منها ينبغي أن يقرأ في إطار التطورات الجارية في المنطقة بشكل عام وإنعكاساته على حركة حماس يعني لابد أن نأخذ بعين الاعتبار أن هذه التغيرات أفقدت حركة حماس إلى حد كبير القاعدة الواسعة التي استندت إليها خلال المرحلة السابقة وأقصد ما كان يسمى بمحور الممانعة وفي جوهره سورية طبعا هذا جر بطبيعة الحال شيء من الفتور النسبي في العلاقة مع إيران ثم نشوء القاعدة الجديدة الأهم في المنطقة وهي مصر كوطن الآن يديره الإخوان المسلمون وبالتالي كل هذا له بتأكيد انعكاسات على وضع حركة حماس حتى على الترتيبات القيادية فيها لأن القيادة سابقا كانت تشكل قاعدة رئيسية لرفض الداخل بالمال وبالسلاح ودعمها بالتحالفات السياسية لم يعد هذا الأمر قائما حركة حماس فيها الداخل أصبحت لها مواردها في ضوء تسلومها للسلطة والحكومة هنا في قطع غزة وأصبحت مواردها الرئيسية لا تعتمد على الأموال الكثيرة التي كانت تأتي من إيران مثلا ومن قطر وبالتالي قلت هذه الأموال والرهان الأساسي على مصر مصر هي التي تشكل الحامية لمشروع حركة حماس لتجربة حركة حماس في قطاع غزة وتشكل الأفق بالنسبة لها لا يمكن المقارنة بين إيران وبين مصر بالنسبة لحركة حماس التي هي جزء من حركة الإخوان المسلمين وبالتالي هي جزء عمليا من محور السن الذي يتبلور في المنطقة وتقود عمليا جماعة إخوان المسلمين وقيادتها في مصر إذن هذا لابد أن نقرأ حتى في سياق اللاحق من التطورات في داخل حركة حماس طبعا مع ملاحظة بعض التفاصيل هنا وهناك أظن أن هذا يعني بأن القيادة في الخارج لم تعد قادرة على إدارة الوضع في الداخل الفلسطيني خصوصا وأن الفعل الأساسي الوجود الأساسي التجربة الأساسية تبنى هنا في الداخل خصوصا في قطاع غزة والثمن الذي تتطلب هذه التجربة هنا في قطاع غزة ومصير حركة حماس إلى حد كبير مرتبط بمصير تجربتها في قطاع غزة ولذلك خف وزن القيادة في الخارج طبعا هناك حديث عن النظام الداخلي لا يسمح بأكثر من ولايتين أو ثلاث ولايات لكن ليس هذا فقط يمكن غالبا يجري استثناءات في هذا الموضوع لكن هناك ظروف جعلت الآن من غير الممكن الأخ خالد مشعل أن يقود حركة حماس في ظل هذه الوقاع التي تجري في المحيط العربي وأدت إلى تبدل الأولويات وقواعد الإسناد والدعم وأيضا في أفق حركة حماس اللاحق طب يعني أنت تقول بأن حماس قطاع غزة أقرب لمصر من غيرها أو يعني في طموحها تجاه تحقيق برنامجها كما يقول أطراف في حركة حماس أطراف أخرى في حركة حماس مثل أسامة حمدان قال بأنه يجب أن تكون إدارة الحركة من الخارج وليس من الداخل هذا ما قالوا لبعض وسائل الإعلام العربية هل تعتقد بأن موسى أبو مرزوق مرشحا لأن يحمل أو يتقلد هذا المنصب؟ وماذا يعني ذلك باتجاه سياسة حركة حماس كما ذكرت إلى المعطيات العربية وتحديدا إلى مصر خصوصا أنه سمعنا أن هناك تنافسا أيضا بين أبو مرزوق موسى أبو مرزوق وبين صالح العروري على سبيل المثال ما رأيك؟ أنا أوافق بطبيعة الحال بأن للخارج دور ولكن ليس الدور الأساسي هذا يعني أن هناك تغييرا في الجوهر بغض النظر عن شخصية الرئيس المكتب السياسي الجديد والمكان الذي يقع فيه هناك تغيير في الدور القيادي لصالح الداخل الآن الحديث عن الخارج أو الداخل لا أعتقد أنه منطقي بهذا الشكل أنا أرجع الحديث عن الخارج المستند إلى الداخل بالدرجة الأساسية وهنا يكون هناك منطق واقعي للحديث عن الأخ موسى أبو مرزوق كونه في مصر مقيم الآن وكان رئيس المكتب السياسي سابقا قبل أن يعتقل في الولايات المتحدة والآن هو من غزة وموجود في مصر والعلاقة بين وبين غزة بكل المناحي هي علاقة قوية نستطيع أن نقول أنه موجود في غزة وموجود في القاهرة في نفس الوقت وهذا يؤشر أيضا إلى أولويات الحركة وتحالفاتها وعلاقاتها في المنطقة والإقليم بصفة عامة لكن أنا أعتقد أنه يعني هذا ليس يعني لا يقف عند هذه الحدود وإنما أظن أنه في المسألة شيء له علاقة بمستقبل حركة حماس في إطار الحال الفلسطيني بما في ذلك موضوع المصالحة منظمة التحرير تمثيل الفلسطيني الشرعية وبالتالي أعتقد أن غياب مشعل يحمل غيابا للأبعاد والرؤى الوطنية التي كانت يحملها وتريد أن تنقل حركة حماس إلى التنافس من داخل المؤسسة الفلسطينية وحتى الكسب الشعبية والحصول على مزيم الشعبية من داخل المؤسسة الفلسطينية هذا يعني أننا أمام مرحلة صعبة فيما يتعلق بموضوع المصالحة وفيما يتعلق بموضوع تصاعد حالة التنافس على الشرعية كما لاحظنا في الشهر الأخير على الأقل ابتداء من إيران عندما وجهت الدعوة للأخانية هو أستاذ صلى الله هناك من يقول أنه لم تعد القضية قضية مصالحة أصبحت القضية قضية المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا تكريس انفصال غزة عن الضفة الغربية والتوجه شرقا إلى مصر يعني انتهاء لحلم الدولة الفلسطينية ويعني تنفيذا لحلم إسرائيلي بأن تقام الدولة الفلسطينية في غزة أو أن تلقى في حضن مصر وأن تفتت الضفة الغربية كما يجري الحال بقبل الاستيطان الإسرائيلي هل تعتقد بأن هذا السيناريو سيصبح أقرب للتنفيذ والواقع رغم أننا نرى مؤشراته إذا ما تقلد موسى أبو مرزوق رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس وفاز تيار الداخل في فرض سياسته وأجندته على تيار الداخل الخارج نستخدم مصطلح المصالحة ليس بمعنى الحرفي وإنما بمعنى المجازي للدلالة على أهمية الوحدة الوطنية وحدة الشعب والقضية والأداء والبرنامج وبالتالي عندما نتحدث في هذا الموضوع لا نقصد المصالحة بالمعنى الاجتماعي ولا حتى بالمعنى الفني والإداري الذي جرى الاتباق عليه في حوارة القاهرة وإنما الموضوع أوسع من ذلك وبالتالي غياب المصالحة وغياب المصلحة الوطنية الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية الشاملة وهو في نفس الوقت استحضار لكل العوامل السلبية والخطرة التي تساعد إسرائيل على تمرير مخططها أنا أستطيع أن أتحدث بملء الفم لأن إسرائيل هي إلى حد كبير التي باتت تملك القرار الفلسطيني والعقص بالفلسطيني جهة بعينها بصفة عامة وتحدد سلوك الجميع بناء على مصلحتها نحن أمام مرحلة لن تقف عند حدود الإنقسام الجاري سمعنا باراك يقول وطبعا أعرف أنك ستنقشين هذا الموضوع معي برأيي حتى لو لم استمروا الوضع القائم ينطوي على مخاطر كبيرة وأظن أن الوضع العربي لن يساعد الفلسطينيين لا على المصالحة ولا على غير المصالحة الوضع العربي عمليا يقدم مراهنات كبيرة لحركة حماس ظهور إخوان المسلمين حكم الإخوان المسلمين في أكثر من بلد هذا يعني بأن الإسلام السياسي متاح أمامه فرصة لقيادة عدد من الدول العربي الكبيرة خلال مرحلة طويل قادمة وهذا أيضا له تأثير على الوضع الفلسطيني إذ أنني أعتقد بأن سير الأمور بهذا الاتجاه تعني أن مستقبل الحال الفلسطيني ستكون لصالح حماس في الضفق وفي غزة وفي الأماكن الأخرى حتى أن هناك من قال بأن الإنسحام بهذا التوقيت وتزامن هذا كنا تحدثنا فيه يوم أمس وربط ذلك بما قالوا الزهار يوما ما من أنه إذا من سحبت إسرائيل من الضفة الغربية أو من مناطق الضفة الغربية فإننا سنسيطر عليها كما سيطرنا على القطاع على قطاع غزة قيل بأن موازين القوى تختلف وحماس في الضفة الغربية ليست كحماس في قطاع غزة أيام الانقلاب ولكن هذه النوايا إن لم تعبر عليها أو عنها بطريقة اللفظة فهي تقوم بذلك فعليا ولكن هل تعتقد بأن هناك ما يرتب لأن تستلم حركة حماس زمام الأمور إنقلابا إضعافا للمنظمة والسلطة مراعاة أو محاباة لتمثيلها أو شرعية تمثيلها كما فعلت بعض الدول العربية وبعض الدول الإقليمية مثل طهران وما تريده بمعنى أن الدفة مختلفة تماما عما يفكر فيه البعض في رام الله هل تعتقد بأن لإدارة أزمة من هذا النوع إنما اتفقنا على صحة بعض ما جاء فيها هل سيكون وارد؟ هل سيكون فعال؟ هل يمكن تدارك الأمور برأيك؟ يعني في كل الحالات يمكن أن نتدارك الأمور أنا بقول لك بشكل منطقي أن حركة حماس تتجه يعني لتنفيذ برنامجها المشكلة الفارق بين حركة حماس وبين حركة فتح على سبيل المثال وحركة حماس لديها مشروع واضح يعني بغب النظر تقبل أو لا تقبل لديها مشروع واضح وهي مستعدة لدفع ثمن هذا المشروع هي دفعت ثمن ومستعدة دائما لدفع ثمن نجاح مشروعها حركة فتح لا تملك مشروعا تتغذى على بقايا الحديث عن مشروع وطني عمليا تجاوز قطار الزمن والأحداث وهي في كل الحالات غير مستعدة لأن تدفع ثمن هذا البرنامج أو بقايا هذا البرنامج الذي يسمى المشروع الوطني الفلسطيني الذي بدأت تجرفه عمليا رياح التغيير سواء كان في العلاقة بيننا وبين إسرائيل أو في الإطار العربي والإقليمي إذن حركة حماس ستطلع إلى الأمام وحركة حماس من حقها بالمناسبة أن تقول بأن هي رائدة المشروع الإسلام العربي هي أول عمليا حركة من حركات الإخوان المسلمين تمكنت من السيطرة على السلطة وخاضت التجربة وواجهت تحديات وحصار وعذابات وإلى آخره وصمدت وسبقت الربيع العربي إن كان له عنوان آخر يعني اسمه الربيع الإسلامي سبقت الجميع في هذا وأنا أريد أن أعلق بنقطة واحد أقول لك لا تصدقوا بأن هنا حركة حماس لديها طريقة وسلوك وعلاقات وأخلاقيات وأفكار وفي الضف الغربي شيء ثاني وفي مصر شيء ثالث هذه حركة جزء من حركة عالمية من هو موجود في الضف يراعي الظروف الموجودة في الضف لكن المدرسة واحدة وبالتالي السلوك واحد والتطلعات واحدة والبرنامج واحد سيتغير كل شيء رثما تتغير الظروف إذن حركة حماس نعم لديها تطلع وأنا أظن أنها تمتلك إمكانيات في الضف الغربي لو وتيحت الفرصة لانتخابات نزيهة أو أن تنصرف اليد الإسرائيلية عن أي جزء من الضف الغربي حركة عماس منافس قوي خصوصاً وأن حركة الإخوان المسلمين في الأردن أيضاً هي التنظيم الأقوى في الشارع وبالتالي نلاحظ هذه التغيرات في المحيط العربي القريب من فلسطين ويتواصل مع ما هو موجود في ساحة الفلسطينية نعم ولكن أحديث اسمح لي قبل أن نغادر هذه النقطة هل هناك استكمال لذات النقطة؟ أنا بدي أقول نقطة واحدة إلى علاقة بتدارك الأمور تدارك الأمور ممكن شرط أن يتم أولاً علينا أن نعترف بالواقع القائم ثانياً من يريد أن يغلب المصلحة الوطنية عليه أن يتخلى عن مصالح الذاتية حتى لو كان الآخرون يعني متمسكون بمصالحهم البرنامجية الفصائلية الذاتية فالوطني عليه أن يستوعب الكل علينا أن نجمع الآخرين وأن نبدأ حوار جماعي حوار تطالب به تخرج من أجله الجماعي العربية وتطالب به عندما يتعذر ذلك تدخل الصراعات عالم الكفاع المسلح والعنف والعنف المضاد لماذا ندخل في هذا المربع؟ علينا أن نبدأ بمربع الحوار الوطني الشامل ونحرج من لا يريد أن يذهب إلى المصالحة والالتقاء في إطار البرنامج الوطني الشامل أستاذ طلال دعنا نناقش ما تفضلت به قولك بأن حركة حماس رائدة الربيع الإسلامي لم نرى حماس بثورة سلمية مثلاً أخذت مقاليد الأمور في قطاع غزة بل كان انقلاباً عسكرياً وإن كانت فازت بالانتخابات التشريعية هذا جانب من جانب آخر من قال بأن حركة فتح لا تملك مشروعاً وطنياً هناك مثلاً مقالة لحنان عشراوي في صحيفة الحياة الجديدة لماذا الأمم المتحدة؟ الاعتراف بأن أوسلو فشل لا يعني بأن الخيار الوطني فشل أو الحلم الوطني فشل تقول حنان عشراوي بأن التوجه للأمم المتحدة هو انتفاضة على أوسلو وانتفاضة على اتفاقية باريس وانتفاضة على ممارسات إسرائيل وانتفاضة على الصمت العربي الذي يرى ممارسات إسرائيل ولا يقدم على فعل شيء تقول هذا التدبير الاستراتيجي يمنح فلسطين أهلية الدولة والانضمام إلى المنظمات الدولية والهيئات ومواثيق ومعاهدات دولية وملاحقة إسرائيل قضائياً طربت ذلك حنان عشراوي بممارسات إسرائيل الآنية يعني أنا أريد أن أسأل في هذه المرحلة بالذات لماذا نسمع كثيراً عقبة أو عشية توجهنا كلنا ينتظر خطاب السيد الرئيس يوم غد في الأمم المتحدة لنسمع وقد قال بأنه سيطلب التصويت على قرار رفع وضع فلسطين إلى دولة غير عضو ولكن نسمع في الآونة الأخيرة أو في الفترة الممتدة ما بين ما أعلن سيد الرئيس أو أعلنت القيادة التوجه للأمم المتحدة لطلب دولة بصفة مراقب أو دولة غير عضو في الأمم المتحدة أصبحت إسرائيل تمارس ضغوطاً غير معقولة على القيادة الفلسطينية من ناحية ومن ناحية أخرى حماس تنفتح أدمامها الأبواب باتجاه مصر واللقاءات الرسمية والدعوات الرسمية لا نستثني من ذلك السفير القطري في قطاع غزة والخطاب أو المؤتمر الصحف المشترك مع إسماعيل هانية وإن كان الأمر حول إعادة الأعمار واستثناء ملف المصالحة من ذلك حتى لو قيب بأن شركات خاصة ستنفذوا بالمقابل السلطة الفلسطينية عانت في هذه الفترة أيضاً من أزمة مالية قاتلة وإن كانت لم تكن جديدة ولكنها تأزمت بفعل كبير حراك شعبي ضد غلاء الأسعار وضد الوضع المالي أو عدم انتظام دفع الرواتب كل ذلك يوضح أو يعني يجعلنا نفكر بأنه هناك من ينفذ شيئاً ما لمنع شيئاً ما آخر لصالح طرف آخر ما رأيك؟ شوفي يعني كل حديث عن ميزات الذهاب إلى الأول المتحدة أنا موافق عليه لكن يعني ما ورد في مقال الأستاذة حنان عشراوي هو يفتح همامنا يعني بوابات الاشتباك الواسع مع الاحتلال الإسرائيلي في الواقع يعني الذهاب إلى الأمم المتحدة عنوان من عنوان الاشتباك ولكن الاشتباك يعني الأوسع لم يحصل بعد خصوصاً الحديث هي دور عن مقاومة شعبية يعني والله أنا بسمع طبعاً أقوال الصحف وأنتم بتسردوها قبل شوي يعني جزء كبير منها حول الاستطاول ومصادرة أراضي وترخيص وكذا وإلى آخره وفي الواقع هذا الموضوع كله لا يرد كموضوع تحليلي يعني ما بصير فيه تركيز عليه إعلامي أقصد من هذا أنه يعني لازم نلفت نظر العالم للمكان للجغرافيا بأن هناك أزمة هنا أزمة وبالتالي على العالم أن يركض لمعالج هذه الأزمة نحن لا نفعل شيء ننقل الأزمة لأمم المتحدة وأنا موافق على ذلك لكن نقلها إلى أمم المتحدة لابد أن يكون مفرد أو مؤشر على استراتيجية جديدة لا تقف عندها حدود الذهاب إلى الأمم المتحدة بأن تطلب عشاءات الملفات صحيح هي تقول أستاذ طلال تقول حنان عشان عشان مره يحش حالنا أميرة قبل أمس أظنني كان هناك تصريح لهنري كيسنجر من لا يعرف هنري كيسنجر طبعا نعرفه نعم وزير خارجي الأمريكي السابق الذي رتب كام ديفيد يقول بأن إسرائيل لن تكون موجودة بعد عشر سنوات يعني بالتأكيد هذا التصريح نطرب له ولكن هل صحيح أن إسرائيل إلا إذا ربنا كانوا مرتب شيء سبحانه وتعالى بأن إسرائيل بعد عشر سنين ما تكون موجودة على الخارطة يعني الكلام الحلو والواعي الجميل لكن محتاجين لفعل محتاجين لممارسة محتاجين لأن تكون الجماهير ملتفة حول القيادة مش القيادة في واد والجماهير تخرج احتجازا سواء على الغلاء وهناك من يركب الموجة ويعتبرها فرصة للحديث عن يعني ربيع غير موجود معالمه يعني سراحة الوبع ساوي هل تعتقد بالحديث في هذا الكلام النقدي يعني أنا قبل أن أدخل في هذا ألفت النظر أن حنان عشراوي قالت أن هذه الخطوة ليست منفردة وليست سحرية في الوقت ذاته بل جزء من مجموعة خطوات استراتيجية وتراكمية تتخذها منظمة التحرير لإعادة الأمور إلى نصابها من خلال القانون الدولي هذا مقالته حنان عشراوي بالعودة إلى كلامك هل تعتقد بأن الحال الذي تنقض وتتحدث عنه هو فقط في الضفة الغربية أم أنه أيضا في قطاع غزة هل تعتقد بأن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ملتف حول الحركة في التوجهات التي تمارسها على المستوى السياسي والميداني هل تعتقد بأن النقد العام يجب أن يوجه لمن يرفض الوحدة الفلسطينية بالدرجة الأساس هل تعتقد بأن الاحتجاجات أيضا جزء منها مطلبي أكثر من أنه سياسي هل الابتعاد الشارع عن معنى أو فحوى التوجهات السياسية أو المواقف السياسية أصبح كبيرا هذه الفجوة أو الهوى كبيرة لتصبح الاهتمامات أكثر مطلبية منها استحقاقات سياسية ووطنية وإلى آخره كيف تجيب على هذه التساؤلات؟ أقول لك واقع الحال السياسي الفلسطيني بمعنى الانقساب وأدوار واهتمامات الفصال الفلسطينية سواء التي تقف على طرفها الانقسام أو الأطراف الأخرى يعني الوسطين من في ذلك اليسار والجهاد الإسلامي والآخرين بحجزهم كل هؤلاء عمليا خلقوا مناخ لدى الشارع الفلسطيني عموما يعني ينطوي على شيء من الإحباط تجاه أفاق العمل السياسي والحل السياسي طيب العملية السياسية متوقفة والمفاوضات متوقفة وعمليا المشروع السياسي هذا فاشل والمشروع الوطني يعني لا يجد من يحمل بقوة ويمضي به والانقسام قائم والأزمات المعيشية والاقتصادية تتفاقم وموجودة كيف يمكن أنا أقول عن ذلك بأن الأحلام الفلسطينية الأحلام المواطن الفلسطيني صغرت إلى حد كبير نجينا إلى الأحلام فسيصبح الموضوع موضوع مطلبي كيف سيخرج الناس ضد إسرائيل وعمليا السلطات القائمة لا تعطي هذا الأفق لإسراء السياسي لو كنا في حالة اشتباك مع العدو لكانت مشاكل الناس ذابت في إطار هذا الاشتباك مع العدو لكن ما فيش اشتباك مع العدو على الأرض الناس ماذا تفعل؟ ستخرج تبحث عن الخبز والغلاء والرواتب والوظائف يعني وسائل الحياة العادية ولكن بصفة الوضع في غزة لا يختلف عنه في الضف الغربي من حيث مشاكل الناس إنما في النهاية أقول لك يعني إذا كان على المستوى الشخصي الإنساني والله أحسن أنه طبعا الآن إحنا نقول ابعدين عن إسرائيل مثلا في غزة وهذه المعابر رح تفتح ويعني سننطلق إلى العالم الخارجي ونصبر شوي والكهرباء يعني رح تصير ومنطقة تجارية وإلى آخره لكن الموضوع بالنسبة لنا وطني يعني كل هذه الأزمات والقضايا المعيشية لا يمكن أن ترضي المواطن الفلسطيني أو تصرف عن الهم الوطني العام ولذلك هو لا يعجب أداء السياسات يعني سواء كانت سياسات حماس أو سياسات فتح تجاه القضايا الوطنية والقضية الفلسطينية ولكن هل يستطيع هذا المواطن أن يخرج كل مرة ليحتج في الشارع أنا بقول لك مش دائما هيك لأنه الطلاعة بتاعته ضعيفة وعاجزة أولا ثانيا القمع موجود يعني قمع موجود في كل محل مش بس عندكم أنا كمان يعني فيهم البركة لا لا وحديث يوم أمس الاعتداء على مصور بريست تي في مثلا أو عفوا يا سنتي ما تعديش ما تعديش يعني المهم أنه السلطات جاهزة لتطويع المواطن للأجندات التي تتبنىها طيب أنا للأسف أستاذ طلال داركني وقت الأقمار الاصطناعية وإن كنت أود أن أستفيد أكثر وإياك شكري جزيل لك حدثتنا من قطاع غزة الأستاذ طلال عوكل الكاتب والمحلل السياسي شكرا لك شكرا مشاهدين الكرام بهذا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامجكم دائرة الحدث حتى ألقاكم في الحلقة القادمة هذه تحيات أميرة حنانية ومن طاقم البرنامج دائما ألف تحية إلى زاوية الكاركاترية فلتتفضلوا دمتم بخير ولا لقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر